اهلا وسهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل والحوار موصول وارجو ان حضراتكم كمان تتواصلوا معنا في هذا الحوار باهتمام وانتباه لانه مش موضوع علمي كده بنتكلم فيه ولا حتى بموضوع اثري بنتكلم فيه عن حضارة المصريين القدماء ده موضوع آني جدا جدا ويهم كل الاجيال الحالية سواء امهاتنا وابهاتنا او الاجيال الجديدة نحن نتكلم على صحتنا وحياتنا كيف نأكل وماذا نأكل كنا توقفنا عند النقطة الاساسية اللي فتح بيها الحديث دكتور وسيم السيسي وهي متعلقة باحد اهم النصائح بتاعة الحضارة المصرية القديمة في علوم التغذية وهي ان لا تأكل الا يعني ان لا تأكل الا من غذاء ارضك يعني فكرة استيراد الاغذية واستيراد الاطعمة واستيراد الاكل اللي من بره ده هو اكبر ضرر وهنا بقى استفاد الاستاذ دكتور مجد نازيه فيما تعلق به شرح الفكرة وكنا وقفين عند التوب تمام خليني اقول حاجة بعد اذن حضارك فضل وبعد الساعة الدكتور وسيم دي فضل اقوى شهادة نجاح اقوى اقوى شهادة نجاح اه وصيغت عن النمط الغذاء المصري الصحي ساعة كورونا جائحة كورونا اما جات جائحة كورونا فيروس يسبب جلطات يحدث التارف الرئة وفي النهاية هو مضاد للمناعة صح فكان لابد ان احنا ما ليجي نفاتش احنا مندي الادوية بس المريض احنا ما بنصوموش ما بنجوعوش صح يبال لازم ااكلوا اما ااكلوا ااكلوا بورجر ما عم خلل كده صريح يبال لازم ااكلوا غذاء يناسب الحالة الغذاء الوحيد او الاغذية الوحيدة اللي تناسب هذه الحالة مجتمعة الانماط الغذائية المصرية القديمة اللي موروثة من خمس تلاف سنة وعلى سبيل المثال الحصر ممتاز الملوخية الجافة التي تعد بالماء البارد اللي بتسمى مرة ملوخية براني وفي مجتمع تاني وتسمى طبقة الستة على الفرشة لان بتعملها الستات في الصعيد او في الريف يوم الخبيز فما بيكونش عندها وقت تطبخ فبتعملها سريع واللي بتسمى دارجا شلولو اللي هي جاية الاسم ده من الاسم المصري القديم وسعتك استاذنا شيلولا تمام تحرفت الى كلمة شلولو رجع بس هنا يا دكتور مجدي للفكرة الاساسية وهي فكرة انه لانه الامثلة زي ما حالك تفضلت كثيرة في ما يتعلق بالغذاء الصحي يعني ممكن نضع كل هذه الامثلة تحت من الغذاء الصحي الغذاء الصحي اللي هو انت بتضطر تاكله وانت بطر تاكله انت بريد يعني لما بيكون بريد سواء بيه اللي قدر الله وقت ما كان بعض الناس مرضى بكورونا او بصفة عامة لما حد حررته بتعلى لما منعته بتقل لما بيجي له دور بربه ودور مش عارف ايه كذا كذا بيضطر يقعد في البيت وياكل اكل ايه صحي يعني معنى كده ان الاكل غير ده اللي انت بتاكله هو اكل غير صحي مزبوط لما بترجع تستعد عبيدك ترجع تضرب بقس جوء وكبدة وبرجر وبيتزا ومش عارف ايه مزبوط فانت عارف ضمنا ان هذا غير صحي بس نرجع للعنوان المنشط العريض وانا عقبت على الدكتور وسيم فيه فيما تعلق بان هذه النصيحة نصيحة غذائية سياسية اقتصادية ان انت كمان مش بس عشان صحيتك تبقى كويسة عشان تبقى سياستك واقتصادك اقوياء وقرارك من دماغك ان تاكل من زراعة ايدك مش عارف فهي نصيحة هيلوغليفية قديمة صحية طبية اقتصادية سياسية احسنت ايه النصيحة التانية فان النصيحة التانية كانت اياك وزيات الوزن اياك والسمنة يؤكدها تقرير جاي من الجماعية الطبيعة الامريكية السمنة اشد خطرا من السرطان وكان في مصر القديمة يقولون اذا تفشت السمنة في بلد فهذا دليل على ترهولها وكسل ويعقب ايضا الاستاذ عباس محمود العقال بيقول كانت الممالك التي حولنا كان جواز الدخول الى عالم الزواج هو السمنة حتى ان احد الشعراء قال منك حبيبته هيك البدر ان بدى تمر اليوم فتمر اردفاها غدا فالنصيحة اياك والسبنة اياك والسبنة واخيرا يعقب العقال يقول انظر الى نفرتاري ونفرتيتي على الجداريات تكاد الواحدة منهن تطير من فرط الخفة والرشاقة وهذا هو الجمال المصر القديم الذي عاد اليه العالم في القرن العشرين يا سلام يا سلام يا سلام اكتشفناها ازاي بقى دي الجزاء دي بعد ازن ساحة تفضل تفضل المصر القديم عارفة الاحتياجات الغذائية لكل فرط لكل فئة اللي بيشتغل كتير يدي له عيش كتير خبز كتير اللي بيشتغل قليل يدي له قلقيل بيدي مقننات الاغذية اللي بتطاقة اللي بتزود الوزن على حسب النشاط العمال يديهم غزة اكتر الكتبة والمحترمين والمثقفين لا يديهم اهل لان انا ما بديكش بمركزك انا بديك بنشاطك الله الغذاء على قدر المجهود طبعا اكتشف الاحتياجات الغذائية انا النهاردة ثقافتنا بعافية شوية على قد ما انا ايه انا عندنا عارف مين اللي جاب سنة اللي والله ابروه عليك الدكتور المصطلح ده مين اللي جابه اللي هو ايه ثقافتنا بعافية اه او يقولك فلان بعافية بعافية دي المفوت بصحة مع ان هو قصد ان هو مريض اي انت دلوقتي قصدك ثقافتنا بعافية انها حلوة اه لا طبع ان فيها مشكلة مزهور ده نيف سنة تبقى سقافتنا بعافية اي جبنها من انت ما فيش حق لها من زمان ده اي حضارة برضو لانها حضارة بعد عن الكلمة الصعبة يعني يا سلام مش عاوز يقولها مش عاوز يقولها حضارتنا مريضة حضارتنا وحشة حضارتنا متخلفة اه فليلك حضارتنا بعافية فكمان عايز يقول على فلان بدل ما يقول فلان تعبان او مريض او كذا اه يقولك فلان بعافية شوية بعافية شوية فدي ايه رقة في التعبير يعني يعني طلعت رقة في اله اه حمشيها رقة اكتشفنا كتير يا فندم الغذائي المصري القديمة وقالمط الغذائي المصري القديمة من اروع ما يمكن واكتشف المصري القديمة وتعلمت الحقيقة من سعاد دكتور واسين بيه اه حاجة مهمة جدا خليني نقول الكلام الجديد اللي بيتقال اكتشفنا ان الانسان كأنه كرة ارضية متحركة اللي هو الحرب الدايرة ما بين البكتيريا النفعة والبكتيريا الدرة جوا الجسم ودي الصائحة الجديدة اللي نسب اليها او اكتشفنا ان ينبغي ان ينسب اليها الحالة الصحية العامة بتاع البناء ده يحضرني بيت شعر انا تعلمته من سعاد دكتور واسين بيه اللي هو بيقول افتكرته يعني اللي هو بيقول تدعي انك جرم صغير وفيك ينطوي العالم الاكبر مش كايد سعادتك اه بالزبط كده فعلا الانسان هو وتزعمه انك جرم صغير تزعمه انك جرم صغير اه تماما عليش انا اه اه لو هي اوله ايه ده اوك منك ولا تشعر ايوه اوك معك ولا تبصر ايوه تزعمه انك جرم صغير وفيك انطوي العالم الاكبر الله الله ده علي بن ابي طالب الله كميلة وفعلا اكتشفنا ان الانسان جوه جيوش خير وشعر وفي حرب دائمة معلش تنيا وعش بس بتريني في الدماغ داؤك داؤك منك ولا تشعر داؤك منك ولا تشعر ودواؤك معك ولا تبصر صح الغزاء داؤدواء مصبوط مصبوط وتزعمه انك جرم صغير وفيك انطوي العالم الاكبر يا سلام كان سيدنا علي ابن ابن طالب كان يلقب به لا لا ده خطير اه كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه انا مدينة الحكمة وعلي بابها اه تمام ودواؤك معك ولا تبصر اه اللي هو ايه بقى في القصة دي ان انا اللي بيدي اه دعم انهي جيوش جوايا هدعم جيوش الشر يبقى زي ما ساعدتك النقطة اللي ساعدتك تفضلت بيا ان يا جماعة النهاردة اما بناكوا الوجبة صحية دي بتبقى مرف ما عرفش في ايه هو ده اللي اصبح استثناء صحيح يعني المطبخ اللي احنا مكلفينه مقاتل الوف جوا بيوتنا ده للزيارة زيارة زيارة يعني النظام هنجيب ايه مش هنعمل ايه وبالمناسبة عشان انتو حالكوا عارفين ده كاترة العظام في الفاصل كانت متعلقة بالقصة دي مسكنا منتكلم على اليوميات بتاعت حياتنا وقلنا انه للأسف يومياتنا بعافية على ذكر الدكتور بس بعافية وحشة لانه معظم سلوكياتنا الغذائي معظم سلوكياتنا الا من رحم ربي سيئة جدا 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 كل ولادنا دلوقتي بيأكلوا معظم وجواتهم دليفري او فاست فود او اللي بتسميها رام رامة زمان كان ممنوع علينا هذا الكلام وقلت لدكتور مجدي انه انا مستغرب دلوقتي ان بعض الامراض زمانة اللي كنا بنسمع عن انه اجداد اجدادنا هم اللي بيصابوا بيها بعد سن السبعين والثمانين وكذا بيصبها دلوقتي الشباب بسنة ثلاثين سنة واربعين سنة حاجة صعبة جدا تلاقي شاب عنده القلب وشاب عنده السكر وشاب عنده مش عارف ايه في العين وشاب كذا حتى الدكتور واسيم معلش بقى حاجة الشيش شبه دكتور حتى الدكتور واسيم قال كارثة من كوارث البشر دلوقتي ان الشاب بتلاقي خمسة عشرين سنة وبيلجأ الى بعض المقويات سواء الجنسية او الغذائية وكذا عشان يمارس حياته ده هو المفروض في ثورة شبابه مزبوط فكل ده نتيجة سوء ما نأكل مزبوط وتأكيدا لكلمة حضرتك رم رمى البيتزا نفسها اصلها رم رمى واحدة ست ملقاتش حاجة عندها يعني تعملها فجابت عيش وحطت عليه بقايا الطبيخ اللي كان عندها وحطتها في الفرن وطلعت دي الهيستري اوف دا بيتزا يا سلام هي كانت اصلا رم رم منتشر صحيح خلينا نأكد على الجزئية الحرب بين البكتيريا النفعة والضرة انا اللي بايدي ادعم البكتيريا النفعة او ادعم الضرة هدعم النافع ان انا هاخد اغذية اللي بتسمى البريبيوتك اول واحد اكتشف اغذية البريبيوتك اللي هي الاغذية الداعمة للبكتيريا النفعة المصر القديم اكتشفها في المش عمليات التخمير كلها المش المش الفسيخ يا لهوي الملوحة بس يا دكتور بس يا دكتور لا انت كان دي بريبيوتك وبروبيوتك لما تكون بري انت بيبيوتك حتى لا والله فسماه انا كنت بحبك يا دكتور انت جاي هنا في الحصن الحصين ايه فعلا لمحاربة الفسيخ بكل انواعه المش ما عنديش مشكلة فيه بس انا عندي مشكلة عشان انا مريض ضغط ايه فالمش طبعا يوديني في داهي لكن ايه وعا تسكن معلش في برنامج معلش رأس يعني اقول المش تيت الملوحة لكن كلمة دي لا تذكر في هذا المسلم ارجوك لا اوكي ده انا عندي مشكلة مع الدكتور وسيم ايه انا ببصم ورا كلامه ايه فعلا العلمي كله ايه سعندي مشكلة وحيدة معاه ايه ان انا متأكد انه حضارة المسلمين القدماء مش معقولة توصلوا من الفسيخ مستحيل حد عبقاري ياكل فسيخ فانا عندي مشكلة في التاريخ في الحكاية دي لكن ما علينا عدي دي عدي نعم النصيحة التالتة اه نصيحة التالتة التصيحة التالتة احنا قلنا واحد لا تأكل الا من ارضك ارضك اتنين اياك والسبنة اه تلاتة تلاتة بقى اياك والاكثار او الافراط في الخمر فانك تصبح كالمجداف المكسور اه ونتأثر بالبيئة بتاعت طبعا مجداف و وسوف يكون بيتك خاليا من الخبز يا سلام الخمرة ده اه وناس فهمة ان الخمرة اللي هي اللي هي بتسكر فيه نوع منها اللي هي الحنكت اللي هي اخدتها هولندا دلوقتي وسمتها هينكين لان حنكت ده الاسم المصر القديم للبيرة ياه اللي هي مشروب الشعير اه انما عرفنا ان هناك منها كانوا بيعملوا جزء منها زي البريل اللي موجودها دلوقتي بدون كحول كويس ليه بقى كانت تأخذ الام لابنها في المدرسة اه حنكت اللي هي ميت الشعير ده حل فيعني مش هتاخد له طبعا خمرة حاجة راح تعمل له الدار مدرسة طفل طبعا طب فيبدو ان كان فيه نوعين حل انما هم اللي عملوا الكحول اللي هو البيت اللي هي هنا وعملوا النبيت اذا استخلصنا هنا المعنى اللي هو الحفاظ على العقل اه مطيقدا ومنتبها مصبوك المجداف المكسور طبعام وده نوع من انواع تخمير الحبوب هم المصر القديم اكتشف البوزة بس البوزة الأوريجينال مش الجديدة طبعام اللي هي تخمير الأمح كويس الشعير اللي هو البيرة الواين تخمير العنب المصر القديم اصلا هو اللي عمل ده حل اتنقل بعد كده التخمير ساعتها من اجل الحفظ اه طبعا طبعا علشان ما اخدش في لها تلاجات ولا مخابش عارف هي مزبوط فكان التخمير من اجل حفظ هذه السلحة مزبوط ولتنمية البكتيريا النفعة ولتنمية البكتيريا النفعة طبعا 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 نفس القصة عندنا المخللات بتنمي البكتيريا النفعة بشارط ايوه انها ما يتحطلهاش خل وان ما يتحطلهاش جرعة ملح إلا نسبة لا تزيد عن معلقة صغيرة لكل ربع لتر مية مالح ما يزيدش عن كده لا ده المخللاتية بإيه ما ده غلط بيده مالح على ده مقدره وما تدغليش عشان أنا ما هويتش البكتيري النفع اللي فيها صحيح والأصناف الخضروات التي تستخدم معلش تاني عشان فيه ستات بيوت كتير سمعين حضاك دلوقتي وعشان الأسعار غالية دلوقتي فمعظم البيوت أو الستات بتخلل في البيت سواء زتون أو خيار أو جزر أو 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 فأقول لنا معلش تاني توصيات بتاعت التخليق غالية المية ماتت البكتيري النفع يبقى من غليش من غليش أناق الخضار نمرة واحد مش اللي قرب يبوز مش اللي مالوش لازمة عندي مش اللي بعافية حيل لا أجيب الجزرية أقشرة كويس تكون جزرية كويسة الخير نفس القصة وهكذا كله على ده ومعلاقة ملح زيارة معلاقة ملح على كل كباية مية وأكبس الكلام ده في برطمان نظيف ما يكونش بلاستيك يكون زجاجي ما يكونش ما يكونش بلاستيك يكون زجاجي طب تصعبها يا دكتور معلش البلاستيك ما كانش زمان طب هو مش البلاستيك أنا معلوماتي متواضعة بس تفسر من الحرارة صدر البلاستيك خطورته لما يسخن ده كدرجة حرارة إنما كبكتيريا لا هيتعامل معها يعني لو أنا حطيت عليه مية فترة عادي وحطيت فيه المخلل من غير ما سخنه أو دفيه أو كده ما فيش مشكلة بس المخلل فيه بكتيريا نفعة هتأثر البلاستيك يتفاعل معي طبعا هيعمل هجرة بين الخام العبوة الآنية وما بين المادة الغذائية فإذا يفضل الزجاج لكن في كل الإحوال البلاستيك لا يستخدم مع أي حاجة سخنة طبعا ولا متلجة ولا متلجة ولا متلجة أنا عندي من خمسة إلى ستين درجة مقوية لا أقل من كده على من كده الله دي معلومة أول مرة أسمحها بسرعة بمتفاعل كمان مع البكتيريا مزبوط مزبوط ممتاز مزبوط إذا عملت المخلل أعمله خضار نظيف نسبة الملح مع لأس غيرة مع لأس غيرة اللي بتبقى مليانة دي عشرة جرام عشرة جرام نسبتها إلى المتين وخمسين أو المتين واربعين مليليتر تقريبا من تمانية إلى تسعة في المية دي معدل التمليح الآمن وأغطس كل الخضروات معلش يا نهاس فضل بعد كل ده نهلل الملح وما فيش خل أي المخل اللي بيطعمه حلو جدا بس بشرط إيه ياخد وقته ما جيش أقول أصانا خلال يومين عايزة أكل منه لابا فيش كده لا ما خلاني روح أشتري له خلال يومين برحل آه بالظبط إنما ياخد له عشرة اتنشر خمسشار يوم ياخد وقته صح بشرط إن يكون غاطس شطة تمام آه شغال زي الفوال مية مية تمام بشرط إن يكون غاطس جوه المية لو عيلي فوق المية هيعمل الخماير اللي لونها عبيض الريم الريم فأنا أغطس جوه المية طب حعرف أغطس جوه المية زي نحط مش عارف كيس إيه وطبق إيه لا ببساطة جديدة ورقة كرومب أحشرها هتضغط تحت وهتبقى محشورة مش عاد تخليني أي خضرات تعيب لا في فكرة الحشر دي ستات البيوت عمتلاش عمتلاش عمتلين قوي يعني عمتعشرون احنا مش عمتعشرون المخلي طيب نرجع هنا دكتور نرجع بقى استخدام التغذية في تشخيص الأمراض آه فكانوا يستخدمون التوم في معرفة الزوجة إذا تأخرت في الحمل وهم يعرفون إن التوم في زيوط طيارة الزوجة إذا تأخرت تأخرت في الحمل عاقر فهو عاوز يعرف أنا بيب فاللوب سلكة أو لا فهو كان يعرف إن التوم في زيوط طيارة فكان يضع التوم مهبليا وييجي بعد 12 ساعة يشم رائحة التنفس لهذه السيد فإذا كانت أنا بيب فاللوب سلكة الزيوط الطيارة تطلع من أنا بيب فاللوب للدورة الدموية الجسم يطلطها من طريق التنفس فإذا شم رائحة التوم في التنفس ينوم سوف تنجب لأن أنا بيب سلكة اللي احنا بنعمله دلوقتي بالسبغة صح اللي هي اللي بيدون هو عرف ولما الدكتور محمد فياض في مؤتمر سنجابور ذكر الطريقة دهيا كان تعليق جرينار ميتاج رئيس الجلسة هل هذا يدل دلالة واضحة على دراية المصريين القدماء بدقائق الجسم البشري فكان رد الدكتور فياض هذا بسبب التحنيط لأن هو بيحنط عرف دقائق الجسم البشري طبعا وعرف أن الأنابيب إذا كانت مسدودة لا تنجب وإن إذا كانت سالك يعني لو شم نفسها وما لأشريح التوم يبقى الأنابيب مزدودة يبقى مش حتوم آه الألسين الزيت الطيارة ما راحتش يا سلام فكان بعد كده إذا حملت وعاوز يعرف بقى عاوز يعرف اللي جاي جنيين وذكر أموصة اللي هو الصنار دلوقتي اللي هو الصنار دلوقتي الأمح والشعير فكان يجيب البول بتاعها ويحطه فإذا الأمح نمى يبقى يجيب ولد إذا الشعير نمى يبقى يجيب بنت دكتور أحمد عمار وأستاذ النساء والتوليد ودي نفعت أحمد عمار جربها بقى وأستاذ النساء والتوليد ومعاه بول غاليونج اللي هو وأستاذ الاندوكورنولوجي باردوزمير جابه ثلاثة أنواع من البول بول رجالة وبول ستات غير حوامل وبول ستات حوامل لم يحدث إمبات على الأمح والشعير لم يحدث إمبات في بول الرجال أو الستات الغير حوامل وحدث إمبات بنسبة تسعة ستين في المية بول الستات الحوامل لكن ما قدروش يفرقوا إذا كان القادم ذكر أم أنثى وفي تفسيرهم أن الطربة غيرت الكيماوي يدخل عليها بذور الأمح تغيرت كل الحاجات مفهوم فكانوا يستخدمون هذا لتشخيص الجنين القادم حاجة التالتة كانت السبانخ عصيدة السبانخ المكان يبقى واحد عنده بوهاء هو ما عاوز يعرف إذا كان ده نتيجة المادة الصمراء اللي احنا نسميها دلوقتي الميلانين هي اللي نقصة ولا هي أمراض أخرى هي السبب فكان يجيب العصيدة دهيا ويحطها على الحتة البيضة ويعرضها للشمس هذه العصيدة تعمل تركيز للأشعة الكونية فيجيب المادة الصمراء وتحطها وتسمر الحتة دهيا نتيجة عصيدة السبانخ دهيا والسبانخ طبعا الدكتور مجدي يقول لنا إن فيها حديد والحديد ممكن يكون يعني يقدر يفصر لنا الحتة دهيا طبعا طبعا فده التشخيص طبعا الحقيقة السبانخ طبعا حاجة عظيمة جدا اللي كونها خضروات ورقية خضرة ليه السبانخ من الخضروات المكروهة عند الأجيال مش عارف أنا شخصية من عشاقة بس معرفش تقول لأي شاب ولا شاب السبانخ كأنك بتقول لها ديك حقنا الصورة من صور الجهل 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 وضحالة الفكر والثقافة الغذائية زي بالضبط الخبازة أما بنقول يا خبازة فيه كتير ما يعرفوش يعني يا خبازة عمرهم ما سموا أنا رغم أن الخضروات الورقية الخضراء هي الحاجات الوحيدة اللي بتحتوي على مركبات الفلوفونايدز اللي هي المركبات الوحيدة اللي تقدر تاخد الزنك تدخله جوه الخلية عشان يرفع المناعة ولذلك في جائحة كورونا المكان بيبقى ضمن البروتوكول خده زنك روش قيمة زي ما قاله زي ما نزله إيه اللي هيعمله اكتيفيشن جوه الجسك ما كل حاجة محتاجة وسطة جنبيها داعم يدخله به الزنك محتاج فلوفونايدز عشان يدخله جوه هم موجود في السبال أي قدرات ورقية خضرة خضرة وده اللي خلى أكلتش الملوخية الناشفة اللي هي الشلولة أو الشلولة أو الكذا تعتبر حل لقصة الكورونا طب ليه أنا عايزة معلش معانا توم طب ليه الملوخية الناشفة ليه مش الملوخية بتاعتنا الملوخية الجافة هي الوحيدة اللي تقدر ساعتك تاخد منها جرعة كبيرة وتدعك فيها برضو جرعة كبيرة من التوم وتدعك معاها جرعة كبيرة من عصير الليمون وتقدر تزود الميا الساقة عشان تحافظ على مادة الميوس سولج اللي هي المادة المخاطية اللي هي من أكفأ مضادات الأورام اللي اكتشفها المصري القديم مفهوم لكن الملوخية بقى بالطشة والغالية والحاجات دي ماشي طعمة بس طعمه زريفة برضو طعم هل السبانخ لما أنا بعملها وبحطها على البوتاجاز ومشعف جامش بتفقد يتأثر منها فقط فيتامين سي هو اللي بتأثر بالحرارة ولكن فيتامين اي زي ما عدت الدكتورة تفضل لا تأثر إلا بالأحماض والزنك يفضل الزنك موجود والفلوفونايز موجود وكله موجود فيتامين اي لا يتأثر إلا بالأحماض ولذلك كترة تسبيك يزود الوسط الحمضي فيضيع لي فيتامين اي ولذلك حدة تكاوي بسرعة وكل ولذلك المصري القديم عرف تلت طرق للطائف فقط السلق الخبز الشاي إنما لا عرف شاي ده مش الشاي شاوي شاوي هاي إنما لا عرف قلي ودي مشكلة نقلة وانصاف الثقافات صح المجتمع الغربي درجة الحرارة عنده صفر أنا درجة الحرارة عندي أربعين هو يأكل مقلي براحته هو يأكل دهون براحته أنا أكل دهون ومقليات أعمل بيها ايه عشان كده لو سعتك ودي النقطة اللي حداك تفضلت بيها النهاردة من تلاتين أربعين سنة ابتدت الأوزان تزيد جدا النشاطي إيه اللي جدا صح الدخول الأغذية الداخيلة اللي من برا يا بي ده واحد تلاتين سنة يقول لك أنا عندي كوليسترول بالزبط تلاتين سنة بالزبط بما فيها المقليات مش بتاعتي دي مش بتاعتي دي المشكلة طيب دي نقطة مهمة أوي 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 أن ثقافة المقليات مش ثقافت لا مش بتاعتي وما تنسبناش خالص وده غزو خارجي مظبوط كل الأغذية الأنماط اللي جاي من برا حضرتك البيلزة الجميلة الشيك اللي معرفش بقى تمنع كام دلوقتي لا ما حبش أقول لك بقى فيش داعي الجبنة المتزاريلا اللي محطوط عليها دي 45% دسم نباتي ونرجع بعد كده نشتكي نقول ال L D L والكوليسترول بيقعلى كوليسترول الضرب يقعلى عند الناس ليه الأورام السرطانية زادت ليه دسم النباتي الجبنة الحيواني تمام الحيواني أوكي صح لأننا تعلمنا وعلمنا غلط إنما عرفنا الحقيقة لأن بكل أسف إحنا خدنا لنا 20-30 سنة وقد سعدت الدكتور واسين بيه أيدني خدنا لنا 20-30 سنة من زمن العالم كان اللي بيقود بأبحاث الاقتصاد مصالح الشركات لا طب إيه ده على فكرة حد النهاردة يعني لا ده الحد النهاردة ودي مشكلة كبيرة الاقتصاد والرأس مالية هي اللي بتحكم العالم مشكلة كبيرة شركات الأدوية هي اللي بتحكم الصحة مزبوط شركات الأدوية هي اللي بتحكم صحة مزبوط ومتحدد يلا بقى ننزل بالوباء ده دلوقتي أيوة كوليسترول المتهم البريق أنا عملت مقدمة لكتاب كوليسترول المتهم البريق متهمينه بأنه وأنه وأنه مع أن كل جدران الخلايا معولة من الكوليسترول كل الهورمونات لابد من الكوليسترول عشان هي تتم وبعدين هذا الكتاب اللي أنا عملت له المقدمة بقيته وطلع الكتاب ده هو دكتور ده هو جايب صورة الشيك اللي بخمسمائة ألف دولار اللي مدفوع للجهة المعينة وهو كتب عشان تقدر يعني تنشط حكاية النباتين والحاجات الإيزائية ده المهضراجة ده هين كلها لكن أخيرا وبعدين كتب في هذا الكتاب أن كل الأدوية بتاعت الكوليسترول لقي متلاه ولا بتعمل أي حاج وإن نشيت لأنس واحد لوه بيقول لي الكوليسترول عندي عالي ومتين وخمسين وبتاعه وباخد أدوية وبتاعه ومفيش فايدة قلت له جرب التوم وبعد شهرين أنا ننسيت ليته بيتكلم معي وبيقول لي أنا زعلان منك قلت له ليه فيه إيه أنا ننسيت قال لي بقى معاك النصيحة ده هيا وسيبني قلت له ليه قال ليه ما خدت أدوية بعد كاية التوم دي قلت له خد تلات أربع فصوص توم كل يوم بعد العشا مع الزبادي بالليل الكوليسترول ينزل لمية وخمسين بس بتوم وقف أدوية الكوليسترول كلها وبعدين في الكتاب ده هون اللي أنا قريته ده هون جايب لك بقى زي الشركات الأدوية بتلعب بعقول الناس إن التحسن بيبقى أو 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 وان مش عارف إيه هم يعملوا لك لا يذكر حساب رياضي كده ويطرعها الكتاب في المياه أفاكر من أيام الفلونزا الخنزير والفلونزا الطيورة وأنا مؤمن أن العالم يدار من خلال بعض المافيات صح ما فيا السلاح وما فيا الدواء صح هي العالم يدار كده وورا استطار بهذه المافيات بس أنا شاء الوقت بس عايز أعرف مين ابن الحلال صح إذا جاز يتقال عليه ابن حلال اللي جيه في لحظة ما من الزمن وأقنع المصريين إنه سامنا البلدي والزيب تدوم مضرين وإن إحنا لازم نطبخ بالزيوت المهدرجة والمش عارفين والبلاء والسوداني ده ابن حلال فرنسا بس هو مش فرض مش فرض لا مش فرض دي منظمات ووغد اسم منظمات علمية كمان طبعا في المجتمع الغربي وطبعا لأنا قلت ده مصيبة طبعا دي كارسة أنا من الزبان يا دكتور وإنا مش فاهم ليه زبان مش عارف إيه جات في فترة كده قال لك أنا عارف ابعدي عن السمنة البلدي اللي كلها بجعب إيه عن الزبنة اللي كلها إيه الناس الصحية الشيك المحترمة اللي تطبخ بالزيت واللي مش عارف إيه بالعكس بالعكس ده كل ده مصالح الشركات خلينا نقول إن الزيت في مجموعة أوميجا 6 غير أوميجا 3 أوميجا 6 دي بتعجز بتعجز الخلايا تخلي الشيب والعجز والوهن يدب في الخلية منشأ لكتير من الأورام الناس فهم غلط الزيت الوحيد المستثنى هو زيت زاتون طب الزيت ما بتقولوش معلش بقى يا دكتور بيتقال يا فنجل لا والله لا بيتقال لا بيتقال لا بيتقال ده أنا نزل لولا إن أنا طرحتها دلوقتي يمكن كلام ده أصبح خلاص مسكوت عنه عقود مشكلة جميلة ده لازم كل يوم تطلعوا تقولوا الكلام ده لأنه في جريمة بتحصل في كل بيت كل يوم وللأسف أنت عارف يعني نسبة الثقافة مش مش منتشرة قوي عند كل الستات المصرية هي طبعا وعية بالفطرة وكده لكن الثقافة العلمية كده فمن ساعة ما سمعت إنه هو تطبخ بالسمنة أو توجي بالزبنة ومش عارف كده رامت الحاجات دي كلها وبقت تطبخ بالزيوت المهدرجة اللي هي مصيبة أنا جدي كان بيشرة بالسمنة سكة كده مفاش كوليسترول ومات 97 سنة وكان يفوت في الدراعه في الحيطة يعدي تعليقا على إن كلام صعب دكتور رسين بالسمنة مفاش كوليسترول الزبدة فيها شوية كوليسترول أما بنسياحها بتنزل للمورتا المورتا جاي من الكلمة الإيطالي مورتو يعني مية بس حتى لو فيها كوليسترول مش الزبدة دي جاي من حيواني بالزبط حتى الزهن الناس أختم بيه عشان ما تساعدك فضل بدائل اللبن آه أنا لأ لبن فول الصوية فول الصوية مالين استروجين هرمون أنساوي نرجع بعد كده نشتجي نقول في أجراء هرمون أنساوي آه طبعا أنا هاريس طبعا ده الصوية لبن فول صوية لبن لوز لبن جوز اند هو أنا عايز من اللبن ايه لونه أنا عايز بتاعته مكونات مكوناته لبن البقر ماله راح فين لبن الجاموس لبن الماء زمانه يعني ليه من دور على بدائل ما احنا عندنا الاصل أنا أنا مش هرد عشان أنا مؤدم خلينا كلنا مؤدمين شرفتوا نوارت يا دكتور كانت ممتعة وشكرا جزيلا على هداية القيمة شكرا شرفتني يا دكتور مجدي وان شاء الله لن يكون لقاءنا الأخير بإذن الله شرف ليا شكرا لحضراتكم